موسيقى مشرة الاخبار مع بهاء الدين الانصاري موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم سيدتي وسيدتي في نشط الاخبار هذه عنوانها موسيقى وزير الطاقة الايراني يعيد باستنافي ضخ الغاز بشكل عاجل ويعلن ترحيب بلاده بجهود التصدي للسلاح غير المرخص موسيقى موسيقى مجلس الوزراء يعد موازنة العام المقبل بداية الاصلاح الاقتصادي ومجلس النواب يمدد فصله التشريعي للتصويت عليه موسيقى موسيقى انفجارات تهز مطار عدن للتزامن مع وصول الحكومة الجديدة وسقوط قتلى وجرح جراء الانفجار موسيقى اهلا بكم بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم مع وزير الطاقة الايراني رضا اردكنيان والوفد المرافق له العلاقات الثنائية وسبل توطيد التعاون المشترك اردكنيان نقل دعم الرئيس الايراني حسن روحاني لرئيس مجلس الوزراء وخطواته الامنية في مواجهة السلاح المنفلت وضبط الجماعات الخارجة عن القانون وبسط الامن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون وانقل تعهدات الحكومة الايرانية باستناف ضخ الغاز الايراني بشكل عاجل بعد ان قطع مؤخرا لاسباب فنية كما قال وزير الطاقة الايراني ان اللجنة المشتركة العليا لتعاون الاقتصاد والتجاري بين ايران والعراق ستعاود نشاطها خلال العام القادم بعد توقف استمر ست سنوات وفي تصريح له من بغداد اوضح رضا اردكنيان ان طهران تستضيف خلال الاسابيع القادمة اجتماع اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران والعراق بعد توقف لست سنوات وذكر ان وفدا مختصا سيمثل العراق في هذا الاجتماع على ان يجرى او تجري مباحثات بناء مع القطاعين العام والخاص الايرانيين وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية هذا واتفق العراق وايران على استناف الاخيرة ضخ الغاز الى العراق تدرجيا لتشغيل محطات الكهرباء بدءا من اليوم الاربعاء وذلك بعد ايام من اعلان تخفض تلك الواردات بشكل كبير لوجود متأخرات مالية لايران لدى الجانب العراقي المتحدث باسم الوزارة احمد موسى قال ان الضخ الغاز سيسهم في رفع الطاقة الانتاجية وتحسين ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد ومحافظات الفرات الاوسط اقد مجلس الوزراء جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جرى خلالها بحث مستجدات الاحداث ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول اعماله ووافق المجلس على قيام وزارة النقل بالمضي في اجراءات ابرام عقد جديد مع شركة هولندية لبناء باخرتين بدلا من ثمان بواخرة والتوسية الى مجلس النواب بسحب مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون الاقتصادي وشؤون الطاقة بين العراق وكوريا الجنوبية وقيام وزارتي النفط والكهرباء بالتنسيق مع الجانب الكوري الجنوبي لاعادة دراسة مشروع الاتفاقية انفا وتقديم صيغة ملائمة لها في غضون ذلك كدى المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم ان الحكومة واجهت تحديات صحية واقتصادية وامنية في عام 2020 ناظم وخلال المؤتمر الاسبوعي للمجلس قال ان الحكومة لا تتوخت تصعيدا وتتعامل بالصبر والحكمة في مواجهة التحديات مر هذا العام بتحديات تعرفونها جميعا تبدأ بالجائحة جائحة كورونا وما فرضته على العالم اجمع من اجراءات ومن تحديات حقيقية شملت العالم وليس العراق فقط وكذلك التحدي الثاني التحدي الاقتصادي الذي مر به بلدنا في هذه الفترة كان عاما صعبا كذلك هناك تحديات امنية واجهتها الحكومة بصبر وحكمة هذه الحكومة لا تتوخى التصعيد على الاطلاق ولا تظن ان الاطراف الاخرى خارجية وداخلية تتمنى اي تصعيد في هذه الفترة العصيبة الصبر والحكمة هما عنوانا هذه الحكومة في اجراءاتها لمواجهة التحديات امنية كانت او غير امنية ناظم اكد ايضا ان الارقام الموجودة في الموازنة لا تخضع لما يتطلبه عام 2021 فقط وانما لبعض المشاريع في السنوات المقبلة تعلمون اليوم تم استلام الموازنة رسميا في مجلس النواب تخضع هي لمناقشات كثيرة الاقيام الموجودة في الموازنة لا تخضع فقط لما يتطلبه عام 2021 من اقتصاد للعراق بل هي تخضع لخطة ستراتيجية طويلة الامد وكبيرة بنيت على اساس الورق البيضاء الورق البيضاء مشروع اصلاحي كامل وشامل يتم تنفيذه على مراحل هو ليس مشروعا يتعلق بالعام 2021 بل العام 2021 وموازنته هي بدء تطبيق الخطة الاصلاحية الاقتصادية في الورق البيضاء وستعقبه الاعوام الاخرى هذه الموازنة هي معمار كبير لاصلاح الاقتصاد العراقي واول مراحل هي المرحلة هذه المرحلة الاولى العام 2021 اذا نجحنا فيها في بناء هذا المعمار كأننا نضع اساسات مهمة بالغة الاهمية لما سيعقب هذا العام من اصلاحات اقتصادية وفي موضوع الموازنة ايضا اكد نائب رئيس البرلمان باشير الحداد ان مجلس النواب سيبدأ بالقراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية مطلع شهر كانون الثاني المقبل واوضح الحداد ان الاجراءات التشريعية لانجاز الموازنة قد تستغرق من 20 الى 30 يوما وستجرى مناقشات جدية ومكثفة باتجاه تقليل النفقات غير الضرورية وتخفيض نسبة العجز لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة وذوي الداخل المحدن ونبقى في السياق ذاته حيث اوضح عضو اللجنة المالية جمال كوجر ان الموازنة تحتوي على 122 تريليون دينار نفقات تشغيلية اي ما يعادل موازنة ثلاث دول واضف ان البرلمان سيعدل على الموازنة لكون ارقامها غير دقيقة وان الحكومة وضعت تريليونين لتطبيق برنامجها الاصلاحي معتبرا ان هذا المبلغ كبير جدا وان القانون الاقتراض الثاني جاء بمبلغ 42 تريليون دينار وعند التدقيق والمراجعة تبين ان ما تحتاج اليه الحكومة هو 10 تريليونات الا ان البرلمان وافق على 12 تريليون واوضح ان اللجنة المالية ستعمل على التدقيق في جميع الارقام من جهته ايضا اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجي السعيدي ان العجز المالي الموجود في الموازنة مبالغ فيه وغير حقيقي السعيدي وخلال استضافته في نشط سابق قال ان البرلمان سيعيد هيكلة الموازنة برؤية اقتصادية عراقية وليس برؤية صندوق النقد الدولي العجز الموجود في الموازنة العامة هو عجز مبالغ فيه وهو عجز غير حقيقة بالمطلق هذا العجز هو عجز وهمي كثير من الموازنات تم تحديد هذا العجز وبالتالي اختفى في نهاية السنة يعني الان في سنة عشرين اقدار الانفاق الفعلي في الدولة العراقية لم يتجاوز 80 تريليون دينار عراقي سيتم اعادتها بمطلق اعادة هيكلة الموازنة لا يمكن لموازنة ان تحمل هذا المبلغ الكبير جدا المبارك فيه والذي لم تحصل عليه من سنة 2003 إلى هذه اللحظة لم نصل الى موازنة 164 تريليون دينار عراقي كل هيكل الموازنة سيتم اعادتها برؤية اقتصادية مالية عراقية لا برؤية صندوق النقد الدولي اللي تم فرض في موازنة عام 2020 هذا وكشف عضو اللجنة القانونية حسن فدعم عن تحرك النيابي لاجراء تعديلات على بنود الموازنة المالية وقال فدعم ان الموازنة ستناقش داخل اللجنة المالية ثم تعرض على المجلس معرما عن دعم البرلمان لخطوة استقطاع رواتب ومخصصات الدرجات العليا داعي في الوقت نفسه إلى عدم المساس برواتب الموظفين المتوسطة والمحدودة وزارة المالية من جهتها أصدر تعليمات مشددة على كافة أو إلى كافة الوزرات والجهات والهيئات غير المرتبطة بوزارة تتضمن رواتب الشهر المقبل والتعينات والترفيع والضرائب وتتضمن تعليمات إيقاف التعينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في كافة الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة بدءا من الأول من كانون الثاني على أن ينظر فيها بعد تشريع قانون الموازنة كما تم إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة وإيقاف إجراء منح الترفيعات والعلاوات لحين إقرار الموازنة وفي نتائج المفاوضات بين بغدادة وأربيل أكد رئيس وفد إقليم كردستان المفاوض مع الحكومة الاتحادية ونائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني أن حكومة الإقليم ملتزمة بكل شروط سواء النفطية أم غير النفطية فيما أكد نائب برلمان كردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان كازمي أن المفاوضات إيجابية مع بغداد ولا يمكن الحكم عليها مبكرا إلا بعد التصويت على الموازنة وأكد أن وفد حكومة الإقليم أعلن ثلاثة نقاط أساسية أولوها أن حكومة الإقليم مستعدة لتطبيق قانون العرز المالي واستعداد الإقليم للالتزام بكل ما تم الحديث عنه في قانون الموازنة وتسليم النفط مقابل تسليم مستحقات الإقليم من قبل بغداد بموجب الدستور الدائم للعراق هذا ويبلغ حجم موازنة العام المقبل نحو 164 تريليون دينار حيث تشير نسخة قانون الموازنة المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب إلى أن حجم الإرادات بلغ أكثر من 93 تريليون دينار مع اعتساب سعر برميل النفط بقيمة 42 دولار وبمعدل تصدير يبلغ 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا بضمنها 250 ألف برميل يوميا عن كميات النفط المنتج من إقليم كردستان على أساس سعر صرف بلغ 1450 دينار للدولار فيما بلغ عرز الموازنة أكثر من 71 تريليون دينار موازنة 2021 بـ 164 تريليون دينار حجم إراداتها بلغ أكثر من 93 تريليون دينار واحتساب سعر برميل النفط بـ 42 دولار بمعدل تصدير يبلغ 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا بضمنها 250 ألف برميل يوميا عن كميات النفط المنتج من إقليم كردستان على أساس سعر صرف بلغ 1450 دينار للدولار أما عجزها فتجاوز 71 تريليون دينار لا تمرر بكامل تفاصيلها ولا بنودها التي أتت بها الحكومة بحسب نواب خصوصا تلك التي تتعلق برواتب الموظفين رواتب الموظفين خط أحمر زملاء النواب لن يمرروا موازنة تقوم على استقطاع رواتب الموظفين صغار الموظفين نقصد نحن مع استقطاع جزء من رواتب كبار المسؤولي الدولة موظفين للدرجة الأولى صار اتفاق شبه مبدئي على أن يكون أقل راتب قيمته هو اللي لا يتم استقطاع منه أعتقد مليون ونص أو مليون وربع يعني أقل راتب ممكن أنه ما يستقطع منه على حصة الإقليم في الموازنة ما تزال الحوارات تجارية اتفاقان مبدئيان بين الطرفين إما تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا و50% من واردات المنافذ الحدودية مقابل تسليم الحكومة الاتحادية 330 مليار لكل شهر أو التسليم الإقليم كاملا نفط المستخرج مقابل إرسال الحكومة الاتحادية حصة الإقليم كاملة اتفاق الثاني أيضا بأن يسلم الإقليم كل النفط المستخرج من إقليم كردستان هو عبارة عن 460 ألف برميل و50% من واردات المنافذ الحدودية على أن ترسل الحكومة الاتحادية حصة الإقليم كاملة أي 900 مليار شهريا فيبقى هذا في الطبقة السياسية المتمثلة في مجلس النواب أي آلية من هذه الآليتين من حيث المضمون لا يختلف ولكن من حيث الشكل ممكن هناك اختلاف طفيف من حيث الشكل وتستعد اللجنة المالية النيابية لدراسة مفصلة لبنود الموازنة ومعالجة ثغاراتها إن وجدت فيما تدعو الحكومة إلى إدراكها صعوبة لجوء للإقتراض مرة أخرى وإيجاد البدائل والعمل على تعظيم الموارد خلال المدة المقبلة لتفادي تكرار أزمة الرواتب علي الأحمد العراقية الإخبارية بغداد وفي ملف الإجراءات الخاصة باحتفالات عياد الرأس السنة حضرت وزارة الداخلية من مخالفة تعليمات لجنة الصحة والسلامة خلال الاحتفالات حيث قال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنة أن هناك خططا أمنية تشمل توفير الدوريات الراجلة والآلية مشيرا إلى تنفيذ قرار منع التجمعات بعد ساعات معينة من المساء وغلق بعض المحالة التي يوجد فيها عدد كبيرة من المواطنين وضفنا جهاز شرطة النجدة كلف بمتابعة وملاحقة وضبط الحالات التي تسبب إزعاجا للمواطنين وأضرارا مادية أو إصابات بسبب الألعاب النارية في الإقليم أعلنت غرفة وعمليات محافظة أربيل منع الاحتفال في ليلة رأس السنة الجديدة ولوحت بمعاقبة المخالفين وذكرت في بيانا صحفي أن أي مكان أو فندق أو كافيتيريا أو مطعم أو ناد وكذلك المولات أو أي أماكن أخرى مشابهة تقوم بالتحضيرات لإقامة الاحتفال برأس السنة ستواجه بالإجراءات القانونية كما طلبت المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية بأقصى درجات المسؤولية في ظل الأوضاع الحالية من تفشي جائحة فيروس كورونا وأن ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس ولبس الكمامات إذا من أربيل ينضم إلينا مراسلنا حسين زنقنا وأيضا من السليمانية مراسلنا أحمد جاسم للحديث عن الإجراءات الخاصة بعياد رأس السنة في إقليم كردستان مرحبا بكم من أربيل سأبدأ مع حسين زنقنا ما هي القرارات الصادرة عن الجهات الصحية والأمنية الخاصة بعياد رأس السنة الميلادية تفضل حسين تسمعني حسين سألتك عن القرارات الصادرة عن الجهات الصحية والأمنية الخاصة بعياد رأس السنة الميلادية نعم نعم هناك جملة من القرارات صدرت من قبل خلية الأزمة في محافظة أربيل من ضمنها منع جميع مراسيم الاحتفالات بعيد رأس السنة الميلادية وذلك تلافيا لحدوث أي إضافات ومضاعفات بفيروس كورونا حيث منعت حكومة الأقليم ومحافظة أربيل بشكل خاص على منع المطاعم والنوادي الليلية والرياضية والفنادق وحتى المولات من الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية ومن يخالف هذه التعليمات فسيعاقب حسب البيان قانونيا حسب البيان الصادر من قبل وزارة الداخلية المرقمة 57 لعام 2020 أما بالنسبة للمطاعم وحتى الكوفيات وحتى الفنادق والمولات والأسواق التجارية فسيسمح لهم بفتح هذه الأماكن ولكن بدون أي احتفالات ولكن وأيضاً ضمن شروط وقائية أصدرتها خلية الأزمة آنفاً وهو لبس الكمامات وارتداء القفازات والتباعد الاجتماعي أما بالنسبة للمواطنين فالاحتفالات ستكون داخل المنازل أما إذا أرادوا الخروج عبر السيارات من خلال المركبات الخصوصية أو العمومية فستكون هناك مفارز أيضاً لمراقبة المخالفين حتى داخل السيارة الذين يخالفون التعليمات الوقائية وذلك تجنباً من انتشار فيروس كورونا أما بالنسبة لتوافد السائحين من وسط وجنوب العراق ومن جميع المحافظات العراقية إلى أربيل فأبواب محافظة أربيل مفتوحة لاستقبال المتوافدين السائحين المتوافدين إلى أقليم كردستان ومحافظة أربيل وذلك أيضاً ضمن الشروط وقائية وضعتها الخلية آنفاً وأن ما هي هذه الشروط حسين؟ هي تبقى مفتوحة أمام السائحين نعم ما هي الشروط على دخول السائحين إلى المحافظة؟ كما ذكرت قبل قليل هو ارتداء الكمامات نعم بالتأكيد هي نفس الشروط التي أقيمت أو فرضت على مواطنين محافظة أربيل هو لبس الكمامات وارتداء الغفاظات والتباعد الاجتماعي كيف ما شاء لمنع حدوث أو انتشار فيروس كورونا نعم الآن سنذهب إلى السليمانية ومع مراسلنا أحمد جاسم أحمد معنا في صورة الإجراءات المتبعة في المحافظة وخصوصاً ونحن مقبلون على أعياد رأس السنة تفضل نعم المدينة السليمانية غالباً ما تشهد في مثل هكذا مناسبات وعياد توافد الكثير والعديد من المواطنين ومن مختلف محافظات العراق لغرض الاحتفال في رأس السنة الميلادية وتقديم التهاني والتبركات للإخوة المسيحيين اللجنة العليا لمكافعة باروز كورونا في الإقليم ومن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تفشي فيروس كورونا وكذلك البقاء على نسب الإصابات منخفضة اتخذت عدة قرارات وإجراءات فالسليمانية حال حال باقي محافظات الإقليم هناك قرار بمنع إقامة أي مراسيم للاحتفالات في الأماكن العامة والأماكن الخاصة منع التجمعات بأي طورة كانت لغرض الاحتفال المفرح أو المحزن هناك غرامات مالية صدرت بحق من يخالف هذا القرار تبلغ حتى عشرة مليون دينار وإغلاق مكان العمل لمدة شهر كذلك توجيه أصحاب المولات أصحاب المحال التجاري أصحاب المطاعم والكافتريات بعدم السماح لأي مواطن بالدخول إلى هذه الأماكن إلا بعد ارتداء الكمامة بعكسي هناك غرامة تقدر بـ 150 ألف دينار وغلق مكان العمل لمدة أسبوع الطلب من أصحاب المركبات الخاصة والعامة بارتداء الكمامة وخصوصا عندما يكون هناك أكثر من راكب في هذه المركبة اللجانة المنبثقة من خلية الأزمة هنا في السليمانية أكدت لقناة العراقي أنها مستمرة بمراقبة تطبيق هذه التوجيهات من قبل أصحاب الفنادق أصحاب المطاعم وأصحاب المولات التجارية كذلك اللجانة المنبثقة وخلية الأزمة هنا في السليمانية طلبت من المواطنين بالاستمرار بتطبيق الإرشادات الوقائية الصحية وخصوصا فيما يتعلق بارتداء الكمامات والابتعاد على التجمعات السكانية لأن نعم أحمد يعني الحركة في السليمانية الداخل والخارج من المحافظة وخصوصا ونحن على أبواب هذه الأعياد كيف هي الآن طبعا يعني دخول الوافدين أو الساحين خصوصا للسليمان كما تعلمون أن مدينة السليمانية بسبب أماكنها الخلابة وجوها المعتدل غالبا ما تكون مقصدا للكثير من الساحين لغرض التمتع بهذه المناظر وخصوصا في فصل الصيف أما في فصل الشتاء هنا فيأتون الساحين لغرض التمتع بسقوط الثلوج وأخذ بعض الصور التذكارية وإذا بعض مراسيم الألعاب المتعلقة بالثلج لكن بسبب عدم سقوط الثلوج إلى الآن وهذه القرارات التي منعت من خلالها إقامة هذه الاحتفالات بمناسبة عياد رأس السنة الميلادية فنرى أن هناك اختلاف ما بين هذه السنة والسنين السابقة حول توافد السائحين نعم هناك البعض موجود هنا في السليمانية ولا يوجد أي قرار يمنع من دخول أي سائح إلى السليمانية لكن بسبب كما قلنا أن هذه القرارات لمنع الاحتفالات وكذلك لعدم سقوط الثلوج فنرى أن هناك اختلاف أعداد السائحين هذه السنة عن باقي السنين السابقة نعم أشكرك شكرا جزيلا أحمد جاسم كنت معي مراسلنا من السليمانية وشكرا أيضا لمراسلنا حسين زنجنة من أربيل شكرا لكم مشاهدين أولا يكون من السهل على الكثيرين في العالم نسيان العام 2020 لما شهده من أحداث غير مسبوقة وكان للعراق حصة من تلك الأزمات التي عصفت بالعالم المواطنون عبروا عن أملهم بحل حالة تلك الأزمات عام 2020 حمل في طياته أزمات سياسية واقتصادية وصحية عصفت في بلاد الرافدين إلا أنها لم تثني إرادة شعبه المعطاء العراقيون عرفوا وتميزوا بحبهم للحياة وصنع البسمة على شفاه أبنائهم من بين الآلام والحزن العراقي يبقى يتأمل الحياة يطلع للحياة يطلع للحرية يطلع أن يعيش الحياة كباقي البلدان مع كل الصعوبات وختام العشرين اللي شفناه هو الأزمة الاقتصادية وارتفاع صرف الدولار كل هذه الأمور لكن مع هذا نبقى نعشق الحياة نبقى نتحدى عام 2020 كانت مليئة بالأزمات كانت مليئة بالظروف الصعبة على العراقيين بصورة عامة إن شاء الله تكون سنة 2021 سنة خير وتفاعل ومحبة على الشعب العراقي وإن شاء الله يعمل أمن والسلام بالعراق وبالخصوص محافظة كربلاء المقدسة لم يغب التفاؤل بالحياة والإصرار عن مخيلة الأسر الكربلائية رغم سخونة أحداث 2020 التي انعكست سلبا على حياتهم اليومية متأملين في عام 2021 أن يعمل أمن والسلام في البلاد سنة 2021 أسأل الله عز وجل أن يمنع على الشعب العراقي بالأمن والأمان وصحة والعافية والسلام أسأل الله عز وجل أن يطور الشعب العراقي وبالذات يعني أن تأتي حكومة قلبها ونفسها مع الشعب العراقي صراحة سنة 2020 يعني ما شفنا منها راحة مرض كارونة ويعني أبد ما شفنا راحة من عدها وإن شاء الله نتأمل بسنة 2021 خير وسلامة ويتأمل العراقيون في عام 2021 جديد حل حالة للأزمات الاقتصادية والسياسية وطي صفحة جائحة كورونا التي أثرت على حياتهم اليومية في 2020 من كربلاء المقدسة حسن المحنة العراقية الإخبارية منذ سبعة أشهر يواصل خريجو كلية العلوم الاعتصام أمام وزارة الصحة والبيع للمطالبة بتعيينهم على حركة الملاك الدائم وشمولهم ضمن تعينات موازنة عام 2021 لكونهم مشمولين بقانون التدرج الطبي سبعة أشهر مرت على اعتصام خريجي كلية العلوم أمام وزارة الصحة مطالبين بتعيينهم على حركة الملاك الدائم رغم شمولهم بقانون التدرج الطبي ويمثلون أكثر من تخصص وفق ما يحتاجه القطاع الصحي منتظرين تطلع الأسماء حتى مباشر باقي الدوار اللي تابع الوزارة الصحة لأن قالوا حسب ما النوازنة إنه نسبة بالاقتراض وإنه نسبة أيضا بالتعيين المركزي هاي كل اختصاصاتنا موجودة بوزارة الصحة يعني كان في قبل 2003 خريجين كليات العلوم يتعينون في الصحة حصرا باعتبار إحنا قانون بعد 2003 صار هناك كليات أهلية وهذه فهملت العلوم وجود تدرج وظيف واضح لهم في وزارة الصحة بعد التعديل الثالث قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 الذي تم تصويت البرلمان عليه وكذلك نشره بجريدة الوقاع بعد مصادقة في موازنات 2021 أسوة بأقرانهم من الشرائح المتخرجة فيما أكد أعضاء في لجنة الصحة النيابية أن هناك التفاتة لطلباتهم والوعود بالتعيين وعدونا بشغلات إيجابية جدا بخصوص تعييناتهم هناك أكثر من 70 ألف درجة وظيفية في موازنة 21 إن شاء الله سنعمل على أقرارها بأسرع وقت خلال شهر إن شاء الله نقر هذه الموازنة إحنا بنات نطلع من الصباح يومية ونرجع للظهر للعصر شنو لنبني هم عوائلنا معدلاتنا عالية بغداد ومحافظات من كل المحافظات إحنا نجي إحنا اختصاصنا كيميائيين يعني شغلتنا إحنا هذا الفيروس هسا بعازتنا يعني شنو السبب غير اختصاص تحوله كيميائي إحنا كايختصاص عايفين بالشارع صارنا ثمنتشر الخريجون تكررت تظاهراتهم وحراكهم السلمي للمطالبة بالتعيين المركزي تتواصل احتجاجات متظاهرية الجامعات المطالبين بالحقوق والتعيين لما لهم من دور فاعل في بناء الوطن حسب رأيهم من بغداد محمد العيداني العراقي الإخبارية أكد محافظ باب الحسن منديل خلال مؤتور صحفي أكد أن مشروع مجر الحل الكبير سيوفر ثلاثة ألاف فرصة عمل فيما بينا أن الحكومة المحلية لديها رغبة بالاتفاق مع الشركة المنفذة على أن تكون الأهيد العاملة من المحافظة حصرا هذه الثلاثة ألاف وظيفة أو عنوان هي على القطاع الخاص والشركة هي قطاع خاص ونأمل أن سنتتفق بإذن الله على قبل إبرام التعاقد بشكل نهائي سنتتفق مع الشركة على أن يكون العاملين حصرا من أبناء محافظة باب وبعناوين مختلفة مهندسين حرفيين عمال سواق عناوين مهمة جدا مهمة راح يستوعبها هذا المشروع وكمرحلة أولى لاحظوا كيف كانت هناك مرحلة ثانية كل فتح 520 مليون دولار فتعطي نسبة مضاعفة لهذا العدد من العمال وصل وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني محافظة ذيقار لافتتاح مشروع السابل الكبير الإروائي وأكد الوزير أن مشروع السابل الكبير الإروائي وبطول 53 كيلو مترا يهدف إلى إروائي 90 ألف دون من الأراضي الزراعية المقسمة بين محافظتي ذيقار وميسان إضافة إلى معالجة شح المياه وتأمين مياه الشرب والسقي للمحافظتين ويتضمن النشروع عمالة بطين وأنشاء جسور سيارات وجسور مشات إضافة إلى منشئات السيطرة معوقات وتحديات عديدة تهدد المزارع في النجف الأشرف والتي تحول دون تحقيق النجاح في توفير الأمن الغذائي للمواطن الفلاحون ناشدوا الجهات الحكومية بتوفير الأسمدة لهم لدعم الزراعة في المحافظة لا يتحقق الأمن الغذائي إلا بمجموعة من الإجراءات المهمة الكفيلة بإيصال الاقتصاد للاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية ومن ثم تصديرها ومنها استصلاح الأراضي البوار وهي كثرة في العراق الاكتفاء الذاتي بسهولة تقدر توصل للدولة بسهولة بسهولة الأيد العاملة موجودة والفلاح موجود والأرض موجودة العراق هي أراضي كل شوية وبور قسم منها قسم منها بارت شارة تزرع بارت لأنه لا يوجد دعم المحاصيل الكثيفة اللي هي روز اللي هي حنطة شعير هذه بسهولة تقدر تكتفي الدولة منها لأنه مساحات واسعة عدد من المعرقلات التي يعاني منها المزارع منذ فترة طويلة ومنها عدم توفير الأسمدة والبدور الهجينة ومخازن صالحة لحفظ إنتاجه الزراعي فضلا عن النوعية الفعالة لبعض المبيدات احنا هسا بالنسبة للمبيدات كنا نسترمها من الدولة الدولة هسا تجيب مبيد واحد دوما تجيب نطلق نشتري من السوق السوق تدري السوق شنو كلها صين وكلها مخشوش وكلها اسماء وهمية السنة المبيد ما يشتغل عندنا اللي عرقلة من عرقلات الانتاج اللي خلت الأدغال والدنان ما قدرنا نقضي عليه وسوى رداء بالمحصول أنه المبيد بالسوق مشتغل بعض المعرقلات الاساسية هي التي تحول دون تحقيق الأمن الغذائي بالاكتفاء من بعض المحاصيل الاستراتيجية على الرغم من وفرة الانتاج هند الجزائري قناة العراقية الإخبارية النجف الأشرف ضمن أيام الشهادة والسيادة أقيم في محافظة كربل المقدسة تشيعا رمزيا بالذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر ومقاتلية حجر الشعبي المشاركون طالبوا بإجراء التحقيقات وكشف خيوط الجريمة والمتورطين بتلك العمليات في باكورة أعمال الأسبوع السيادة والشهادة تخرج اليوم من أرض كربلاء المقدسة أرض الشهادة أرض الحسين التشيع الرمزي للقادة الشهداء في أولى فعاليات هذا الأسبوع للذكرى السنوية الأولى الشهادة القادة مديرية إعلام الحجر الشعبي فرع كربلاء وأيضا الواعى شوراء ومديرية أمن كربلاء وباقي التشكيلات الموجودة هنا أكيد هي اليوم تشارك بتشييع أو استذكار للذكرى السنوية الأولى للشهداء القادة استعدادات واضحة وهو اليوم لربما سوف تكون هناك نعوش رمزية للشهداء الذين سقطوا في القائم جراء القصف الأمريكي أبوهد المهندس أسس ورسد الحجر الشعبي فثلمة بالنسبة له لا ثلمة له لأنه الملاذ اللي كان هو بالنسبة له بالجبهة بالمناطق كلها بالمقدمة المجاهدين كان أبوهد المهندس أدى الواجب العليب أكبر أكبره وفي قضاء آمرلي أقيم مهرجان تابيني كبير بالذكرى الأولى لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي أدت الاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبوهد المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني مع عدد من المرافقين بالحفاظ على سيادة ووحدة العراق استذكر قضاء آمرلي الذكرى السنوي الأولى لاستشهاد قادة النصر مراسيم مهيبة أقيمت بالمناسبة أكد من خلالها على اللحمة الوطنية واستقرار البلد من آمرلي نستذكر قادة النصر من آمرلي نستذكر الحاج سليماني والحاج أبوهد المهندس هؤلاء الأبطال الشهداء نزلوا في آمرلي أكثر من ثلاثة مرات وهي محاصرة بشكل كامل علينا جميعا أن ننسى الطائفية وأنا كتركماني هذا دوري كيف أدافع عن أخي العربي والكردي وكذلك دوره كيف يدافع عني إذن نحن مقبلون لمرحلة بناء عراق جديد حقيقة دور أبو مهدي المهندس وهذا دور كبير من خلال البطولات التي قامت بها في تحرير وكان لكل جولاته وصولاته يؤكد على نبذ الطائفية والعنف ونبذ التطرف بدءا من الموصل وتكريت الحفل التأبيني عرض مواقف الشهيد أبو مهدي المهندس ودوره في عملية فك حصار قضاء آمرلي والانطلاق منه لتحرير المناطق الأخرى في هذه الذكرة الأليمة على قلوب كل العراقين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل العراق وتراب العراق ووحدة العراق سالت دماؤهم مع دماء ابن الشمال وابن الجنوب وابن الوسط نبذ الطائفية بكل أشكالها والحفاظ على سيادة العراق والبدء بعماره هو ما تم تأكيده في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر من داخل قضاء آمرلي شرق محافظة صلاح الدين رود ينوار العراقية الإخبارية بعد استقرار الوضع الأبني وانخفاض معدل الجريمة ولهمية المحافظة عقدت شرطة ديال مؤتمرا استعراضيا لهم الانجازات التي تم تحقيقها خلال العام الحالي بعد استقرار الأمن في محافظة ديالا وأهمية المحافظة وانخفاض معدلات الجريمة حيث كانت نسبة الإنجازات أكثر من 94% من حسم الدعاوة وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض فكانت ديالا من المحافظات المتميزة لهذا العام بانخفاض معدلات الجريمة الجنائية وفتح الطرق حيث استعرضت شرطة ديالا أهم من الإنجازات من خلال المؤتمر الذي عقدته بحضور القادة الأمنيين وممثل وزارة الداخلية اليوم المؤتمر الصحفي ركز على أهم ما تم تحقيقه خلال العام 2020 ومن خلال دعم السيد وزير الداخلية يعني عدد المحكومين بالتأكيد مع المظلة القضائية كان 221 نسبة إنجاز الدعاوة هو 94% إضافة إلى رقم آخر مهم هو تنفيذ مذكرات القبض اللي وصلت أيضا نسبته إلى 95% إضافة إلى عملية ضبط الكثير من الأسلحة والأعتداء وسرعة الوصول إلى منفذي أجرائم الجنائية يضاف إلى ذلك في مجال مقارعة الأرهاب هناك جهد مميز في ديالا الحمد لله كانت النسب الخاصة بالإنجاز تتراوح بين 94% إلى 95% من حسم للدعاوي وكذلك تنفيذ أوامر القبض فكانت ديالا من المحافظات المتميزة بشهادة الوزارة وكذلك بهامش السيد الوزير المحترم بصمات واضحة في سلسلة من العمليات الإسباقية الفعالة والناجحة دأبت عليها قيادة الشرطة وذلك بعملها المشترك مع الدوائر الخدمية وتعاون المواطن في المحافظة كانت أعمال مشتركة كثيرة بين مديريتنا ومديرات قيادة شرطة ديالا من ضمنها فتح عديد من الشوارع المهمة في محافظة ديالا والتي كانت مغلقة منذ عام 2003 لحد الآن وكذلك المشاركة بحمل رفع النفايات من المناطق السكنية اليوم لديهم تواصل مع شيخ العشائر، تواصل مع السياسيين، تواصل مع دوار الدولة، تواصل مع دوار الخدمية للعراقية الإخبارية عدي عبد الكريم محافظة ديالا هزت انفجارات كبيرة المطار عدن جنوبي اليمن لحظة وصول الحكومة الجديدة حيث ذكرت مصادر أمنية أن الانفجارات التي استادفت صالة الاستقبال أسفرت عن سقوط الكثير من القتلى والجرحة بينهم مسؤولون لم تعرف هوياتهم حتى الآن هذا وتضاربت الأنباء حيال مصدر التفجيرات بينما يعزوها إلى صواريخ كاتيوشا وبين تحليلات أخرى تشير إلى طائرات مسيرة مفخخة اتامة أثيوبيا الجيش السوداني بنهب المنتجات الزراعية للأثيوبيين وتخريب مخيمتهم وتهجيرهم منذ اندلاع المواجهات على الحدود وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبي دينا موفتي أن الجيش السوداني استخدم أسلاحة ثقيلة ورشاشات ومدرعات متهما قوى خارجية بإثارة التوترات الحدودية بين أثيوبيا والسودان مضيفا أيضا أن الحوارات الدبلوماسية ستستمر لحين التوصل إلى حلول تنهي الخلافات وتعيد الحياة الطبيعية في المنطقة المتوترة جائحة كورونا ليست وحدها وراء أزمات العالم وإن كانت أبرزها وحدثها حيث يعتبر عام 2020 عام الأزمات على إيران التي شهد سلسلة متنوعة من الأحنذ 2020 عام الأزمات المستمرة في إيران بدايته غتيل القائد في الحرس الثوري الإيراني الفريق سليماني مع أبو مهد المهندس في شارع المطار ببغداد وبعد التشيع بأيام استهدف الحرس الثوري قاعدة عين الأسد برجمة صواريخ انتقاما وبخطأ في الإطلاق حسب السلطات أسقطت الدفاعات الجوية في طهران طائرة مدنية أكرانية فتحت تحقيق وما زالت النتيجة يشوبها الغموض وفي نهاية العام اغتيال آخر لعالم نووي تبعات ما حدث في العام الماضي لا زالت قائمة ولا يمكن تجاهلها هناك أمل كبير في تجاوز الكثير من الأزمات أمريكا فشلت في عقوبات الحد الأقصى ضد إيران وهي مضطرة إلى تغيير هذا السلوك جرت الانتخابات البرلمانية ليكسبها التيار المحافظ بالأغلبية ليجبر الرئيس الإصلاحي في نهاية العام على القبول بقرار قد ينهي الاتفاق النووي وكورونا المستمر شدد من تعقيدات الوضع الاقتصادي ليضع يده بيد العقوبات الأمريكية في الضغط على الحكومة لإجراء إصلاحات اقتصادية ينتقدها البرلمان حتى الأمس العزمات بدأت تحل عندما يكون هناك معادلة جدية وقبول من الجانب المعتدي للبقاء واحترام الترف المقابل واحترام حقوقها أتصور أنه سوف تحصل مثل هذه الحدث أنا بيتقادي أنه هناك في قبول آلمي لهقوق كل هذه الدول والشعوب لأن استمرار هذا الوضع المتوتر سوف ينعكس عليهم سلبا ولم يغب عن القيادة الإيرانية أهمية استمرار تعزيز العلاقات الستراتيجية مع العراق فاستقبلت رئيس الحكومة السيد الكاظمي والوزراء استقبالا حافلا يشير إلى مكانة العراق وقيادته في سياسة الجمهورية الإسلامية عام التحديات الصعبة والمستمرة لإيران قد ينقضي خلال الفترة القادمة ولكن الأبرز هو الثمن الباهض الذي دفع دورة زهراء العراقية الإخبارية طهران شنت إسرائيل فجر اليوم قصفا جويا استدفى وحدة عسكرية تابعة للجيش السوري بريف دمشق وذكرت مصدر عسكرية أن رشقات من الصواريخ من شمال الجليل استدفت وحدة عسكرية في منطقة النبي هابيل بريف دمشق وضف المصدر أن الدفاعات السورية تصدت لبعض الصواريخ التي أسفلت عن قتل وإصابة ثلاثة جنود ووقوع خسائر مادية نختم بالعنوان وزير الطاقة الإيراني يعيد باستناف ضخ الغاز بشكل عاجل ويعلن ترحيب بلاده بجهود التصدي للسلاح غير المرخص مجلس الوزراء يعد موازنة العام المقبل بداية الإصلاح الاقتصادي ومجلس النواب يمدد فصله التشريعي للتصويت عليها الداخلية تعلن تنفيذ قرار منع التجمعات في رأس السنة وأربيل تمنع الاحتفالات العامة انفجارات تهز مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة وسقوط قتلى وجرح جراء الانفجار في الختام تقبل من أجمل التحقيق إلى اللقاء اشتركوا في القناة